السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في أسئلة وردت كثيرا في التعليقات شو هو السكر التراكمي؟ شو الفرق ما بين السكر التراكمي وبين الفحص اليومي أو الفحص العشوائي؟ متى نعمل فحص التراكمي؟ ما علاقة السكر التراكمي بالسمنة أو الوزن الزائد ومضاعفات ومشاكل السكر؟ وما هو معدل السكر التراكمي الطبيعي؟ خلينا نجاوب على السؤال الأول ما هو السكر التراكمي وما الفرق بينه وبين الفحص اليومي؟ عشان نجاوب على هذا السؤال لازم يكون عندنا خلفية عن مكونات الدم فلنفرض أنه فيه نقطة الدم أو مليمتر مكعب من الدم أو خلية الدم تتكون من أربع ناصر رئيسية العنصر الأول اللي هو قريات الدم الحمراء أو الخلايا الحمراء العنصر الثاني خلايا الدم البيضاء العنصر الثالث اللي هو الصفائح الدموية وهذه كلها على بعض تشكل 45% من الدم بيظل عندنا جزء رابع شو هو اللي هي بنسميها البلازمة أو الخضاب يعني بلازمة أو خضاب هي السائل السائل اللي موجود فيه قريات الدم الحمراء وقريات الدم البيضاء والصفائح وهذه بتشكل تقريباً 55% من الدم تخيلوا هذا الشريان هذا الشريان اللي ماشي الدم فيه طبعاً فيه فرق ما بين الشريان والوريد الشريان هو اللي بيغذي الأعضاء بالدم الوريد هو اللي بيكون ساحب الدم المستخدم يعني بتكون الدم رايح نظيف للأعضاء هذا اسمه شريان اللي بيرجع فيه الدم المستخدم بنسميه الوريد فخلينا نتخيل أنه هذا الدم ماشي في الشرياء الآن الفحص اليومي اللي بنفحصه الصبح أو بنفحصه بعد الغداء أو بعد الأكل هذا بفحصنا مقدار الجلوكوز اللي موجود في البلازمة في المادة السائلة اللي فيها الدم هذا الجهاز يفحص فقط لجلوكوز لا بفحص أي شيء ثاني إلا نسبة لجلوكوز اللي موجودة في هذا الخضار وبعطينا الإجابة كم مقياس الجلوكوز أو السكر في دمي الآن في هذا الوقت في هاي اللحظة يعني ساعة ما ناخذها من الإبرة في إيدنا لغاية خمس ثواني في هاي اللحظة السكر اللي موجود في المادة السائلة الخضاب اللي موجود في دمك يا فلان أو فلانة يساوي كذا تسعين خمسة وتسعين مية وعشرة مية وعشرين مية وخمسين بخبرني عن مقدار السكر اللي موجود في دمي الآن طيب شو الفحص التراكمي الفحص التراكمي ما بفحص اللي موجود في البلازمة الفحص التراكمي بفحص كمية لجلوكوز اللي تعلقت في قريات الدم الحمراء على مدار ثلاثة أشهر أو مية يوم لمية وعشرين يوم طيب الدم هذا كل ملي متر مكعب في خمس ملايين وشوي كرية دم حمراء خلينا نتخيل الرقم عندك في كل ملي متر مكعب من الدم خمس ملايين وشوية كرية دم حمراء هاي بعلق فيها السكر بعلق وين؟ داخل خلية كرية الدم الحمراء فيه إشي اسمه أو مولكيول اللي هو جزئ اسمه هيموغليوبين هذا شغلته يحمل الأكسجين لباقي الخلايا يعني ناقل للأكسجين وكل خلية تخيلوا قلنا في خمس ملايين في كل ملي متر مكعب في خمس ملايين خلية دم حمراء خلية الدم الحمراء الوحدة فيها ملايين ملايين من الهيموغليوبين هذا اللي هو بنقول الأكسجين الآن السكر بدخل وبعلق وين؟ في الهيموغليوبين هذا هذا بعلق فيه فيه هيموغليوبين طيب ليش إحنا سميناه هيموغليوبين A1C شمعنا إليش يجي لإسم هذا؟ عنا هيموغليوبين A1A A1B وA1C بعلق السكر في اثنين الثانيات لكن هذا أكثر شيء يجذب السكر والسكر بتعلق فيه بلزق فيه يعني بلزق فيه فعشان هيك اسمه هيموغليوبين A1C لأنه فيه A1A وA1B وA1C الآن هذا التراكمي بيعطينا تاريخ ددي السكر مر على جسمك خلال 100 لـ 120 يوم يعني تاريخ اللي سويته خلال فترة 100 لـ 120 يوم هيك واضح فيه سؤال الناس بسألني إياه طب لو كان الفحص اليومي عندي مضبوط هل ممكن أنه يرتفع هل ممكن ينزل التراكمي 100% ما أنت بتفحص كل يوم فحصك كل يوم بتفحصه 90-95 90-95 كيف بده يرتفع؟ كيف بده يرتفع؟ بيكون متذبذب هو صحيح السكر عندنا برتفع وبنزل طالع نازل طالع نازل إذا زعلت بارتفع السكر إذا ما ننتشي كويس بارتفع السكر إذا ثقلت بالأكل بارتفع السكر صح لكن كمية السكر اللي بناكلها إذا كانت ثابتة ومنظمة كل يوم التراكمي تلقائيا رح ينزل طيب فيه ناس بقول بده تفحص تراكمي كل شهر ما لوش فايدة تضيعي فلوس على الفاضي ليه؟ لأنه لازم تصبر بعد الفحص اللي فحصته اليوم على الأقل 100 يوم وبعدين تفحص لأنه الخلايا كريات الدم الحمراء تتجدد كل من 100 إلى 120 يوم حسب الشخص وطبيعته إذا بدك تتأكد و24 ساعة تكون متأكد من مقياسك فيه قياس فيه جهاز اخترعه جديد هذا يلزق على الكتف فيه إبرة صغيرة هي ما يعني ما بتحس فيها نهائي تلصق على الكتف وأظن بتشتغل أسبوعين لمدة أسبوعين وبتبرمجها أنت زي ما بدك بدك كل خمس دقائق بدك كل ساعة كل ساعتين على طول إشارة بتطلع من هذا الجهاز لوين؟ للتليفون تبعك بتقول لك أنت الدم عندك الآن مقدار السكر كذا فاللي حاب يشتريه يبحث عنه في الجوجل في الأمازون وممكن تشتريه أونلاين طيب شو علاقة السكر التراكمي بالسمنة ومضاعفات ومشاكل السكر يعني ليه؟ طيب ما هو الخلية لزق فيها السكر وبدأت تتعى طيب هاي الخلية اللي هي كرية الدم الحمراء أو خلية الدم الحمراء هاي ما هيقولنا ملايين منها في ملايين منها في كل ملي متر مقعب أو مليليتر متعب هذا مش راح تمرع كل الأعضاء مش السكر موجود في البلازمة وماشي في كل الأعضاء مش بمرع خلايا الجسم كلها والسكر راح يلصب في كل خلايا الجسم في كل الأعضاء مثلا الكلا الدم رايح جاي عليها 24 ساعة لما يكون الدم بليان سكر أكيد فيه سكر راح يلزق فيها وهذا اللي بتعبها وبسبب الفشل الكلو القلب شرحوا عضلات القلب الأوعية اللي داخل القلب كله هذا بلزق فيها السكر الدماغ شرحوا اللي لا سمح الله تجيله سكتة دماغية اللي بتجيله كذا اللي بتجيله كذا العيون اللي بتتعب عيونه بسبب السن بعد الخمسين معظم الناس بتتعب عيونه وهذا طبعا إهمال في الأكل لأنه المفروض ما تتعب العين يعني أنا بأتكلم عن نفسي أنا لما اكتشفوا عندي السكري كان عمري أربعين سنة هسه عمري ستة وخمسين سنة وداخل على السبعة وخمسين لو كنت دائر بالي من أيامها نظري حتى من جديدة لسر تلبس النظارة وليش ألبسها عشان أقرأ تشات الضعيف بس الصغير الخط الصغير لكن إذا ما في تشات صغير زي اللي موجود بيكون مثلا في اليوتيوب أو كذا أو اللي موجود في غرف الدردشة زي الزوم زي كذا أنا ما ألبس النظارة بإذن الله بحمد الله فبيأثر هذا على العيون بيأثر على كل شيء الأعصاب كل أعصابنا اللي بيصير عنده رجة في الإيد أنا مرت عليه فترة يعني إذا بدي أمسك كاست القهوة هاي هيك بتكون ترج في إيد هيك هيك بترج هيك هيك الحمد لله لا بترج ولا غيره الإنسان طبيب نفسه الإنسان طبيب نفسه طيب متى نعمل فحص التراكم متى تنصح أنه أنا أروح فورا أعمل فحص تراكم لو سألنا فلان من الناس متى آخر مرة تأكد أنه ما عندك سكري يعني تتأكد أنه أنت مش مهدد بخطر السكري طبعا الجواب المعتاد لما نسأل هيك سؤال الجواب المعتاد أنا ما عندي أي أعراب وما عندي وجع ولا عندي ألم ولا عندي أي شيء يعني نهائي ليش بدنا روحفحص هذا الجواب المعتاد حتى أنا معي نفسي شخصيا يعني بجوزة أنا اكتشفت بال2007 لكن ممكن معاي سكري من 2004 و2003 لأنه مشكلة السكري أنه ما فيه مشكلة يعني ما بتظهر علينا أعراب نهائيا ألم صداع كذا ما فيه إلا لما يكون الوقت قد تأخر ومضى على الموضوع سنوات وسنوات طوال ممكن يكون خمس سنوات ممكن يكون ست سنوات أو ممكن أكثر من غير ما نشعر بأي شيء وطبعا من غير ما نحس من غير ما نحس السكري بيرتفع وصار عنا مشكلة مع السكري وبيبدأ الموضوع بالأدوية الموضوع يبدأ أولا بالأدوية الكلوكوفاج الديامايكرون اتراجي انتا دو وكل شوية بيزيد الدواء كل شوية بيزيد الدواء كل شوية بيزيد الدواء لغاية هذا الدواء يبطل ينفع يبطل يجيب فايدة فبنتضر إنه إيش نبدأ ناخذ الأنسلين نوع أو نوعين خمسين وحدة أربعين وحدة ثلاثين وحدة سبعين مية حسب حالة الشخص وحسب البنكرياس واللي جرانه طبعا في علامات بيحذرك الجسم إنه عندك مشكلة أنت يا فلان عندك مشكلة الجسم بعطيك علامات والبنكرياس بيقول لك يا فلان ريحني أنا تعبت هاي علامات بعطيها الجسم عشان يقول لك إنه البنكرياس تعبان قدرته خفت عندك مشكلة بشكل أو بآخر هذه الجسم بعطيك إياها هاي العلامات يرجع فلان ويقول أنا ما عنديش أي علامات يعني ما فيش ما فيش أي إشي ظاهر في جسمي ما فيش أي صداع ما فيش أي ألم فما عنديش علامات ماشي يا فلا الحمد لله أنه ما عندك علامات من اللي منحظة كلها إن شاء الله إذا عمرك فوق الأربعين لازم تعمل فحص السكر التراكمي والأنسولين إذا صار عمرك بعد الأربعين وحياناً فوق الخمسة وثلاثين خاصة مع اتباع نظام غذائي أو نمط غذائي غير صحي ساندويشات وهمبورغر ومعكولات سريعة وأرز وخوبز وكل هاي الأمور إذا صار عمرك خمسة وثلاثين أربعين سنة نصيحة روح افحص حتى تتأكد أنه أنت سليم وما عندك مشاكل مع السكر إذا عندك سمنة يجب أن تفحص السكر التراكمي والأنسولين كيف بنعرف أنه إحنا عندنا زمنة زائدة إذا محيط خسرك أكثر من مية وخمسة سانتي للرجل افحص معلاته عندك مشكلة وبالنسبة للأخوات إذا محيط الخسر أكثر من تسعين سانتي نصيحة روح نفحص السكر والأنسولين إذا بتقضي الليل رايح جاي على الحمام على بيت الخلاء كل شوية بدك تذهب للتبول هاي في مشكلة عندك مشكلة من المشاكل وأكيد أكيد مقاومة إنسولين أكيد مئة بالمئة مقاومة إنسولين إذا عندك غباش عدم وضوح في الرؤية خاصة البعيدة برضو تروح تفحص يعني لما تحس أنه نظرك ضعف صار يضعف طبعا ما فيش مبرر أنه نظر يضعف إلا السكر طبيعة هذا حتى بقولك الإنسان ما يكبر لازم النظر يضعف لا غير مصمم الجسم والعين غير مصمم أنها تضعف إلا إذا كان في مشاكل صحية إذا حاسس إنك كل شوية بدك تأكل يعني لسه متغدي مثلا أو ماكل عشاء أو مفطر بعد ساعتين بدك تأكل كعكة أو تأكل شيء معين بس كويتة قطعة كيك يعني اللي هي هذا في عندك مشكلة لأنه الجسم أنت أكلت واخدت حاجتك وكفايتك وشبعت بعد شوية إذا كنت ماكل غلط إشي خطأ يعني للأكل الممنوع للسكري أو للإنسان العادي كثر خبز وكذا وصرت تجوع ما بين الوجبات كل شوية بدك بشار بدك شبس بدك كذا فمعناها عندك مشكلة ولازم برضو تفحص إذا عندك حكة في القدم يعني في أسفل القدم بتلاقي في حكة ووخز زي وخز الإبر وخدر وأمور زي هي برضو بتروح تفحص إذا حاس إنك دائما تعبان ما سويت أي شيء لكن تعبان ومرهق طول النهار يعني تشعر بالنعاس وكذا نصيحة روح افحص التراكمي والأنسولين إذا عندك بطء شديد في شفاء الجروح يعني أربع أيام خمس أيام قول أسبوع إذا أكثر من هيك نصيحة تروح تفحص إذا عندك سواد في مناطق التجعيد تحت الإب خلف الرقبة خلف الركبة هاي المناطق إذا كان فيها سواد هذه معناه مقاومة إنسولين والسكر مرتفع عندك فروح شوف نسبة السكر عشان تعدله في البداية قبل ما يتطور ويكثر طبعا هذه العلامات بيكون السكر له فترة في جسمك يعني بيكون إليك فترة طويلة معك السكر أو مقاومة الإنسولين فإذا كان عندك أي علامة أي وحدة من هذه العلامات التي ذكرتها معناه أنت في طريقك إلى السكر من النوع الثاني خلينا إخواني وأخواتي نشوف ما هي أحدث البحوث حول قراءات السكر التراكمي وفي هذا الفيديو مش زي كل مرة بعطيكم مرجع واحد لا المرة هاي جاي بلكو ثلاث مراجع إن شاء الله هذا الجدول أنا ذكرته أكثر من مرة وفي أكثر من فيديو ودائما أقول طالما إنه عندك المعدل ستة فما تقلق ليه لأنه انتهيك بكون عندك ممتاز وفي قمة القمة وحتى لو صار سبعة برضو ما تقلق وما تروح تركض على أدوية ليه لأنها ما بتعالجك ما رح تحل لك هذه المشكلة فلا تركض على الأدوية أولا وكما قلت سابقا من سبعة لثمانية هذا تحذية يعني وصل سبعة وصل سبعة طبعا لما يطلع بعد الستة ستة واحد بالعشر اثنين بالعشر ثلاث بالعشر أربعة بالعشر أنت ماشي في طريقك لما قبل السكري يعني جسمك قاعد بعطيك تحذير إنه التراكمي قاعد بردفع وإذا وصل لسبعة هذا الخط يعني لازم نتعدها سبعة لثمانية برضو زي ما قلت لك لا تركض على الأدوية لأنه في طرق ثانية حتى تحل هذه المشكلة وهذه تسمى بري دايابيتيز اللي هي ما قبل السكري يعني أنت في طريقة للسكري لسه مرسلت السكري وبإمكانك تعالج نفسها شايفين السهم الأحمر اللي موجود باللون الأحمر بيقول لك بي كوشس يعني كن على حذر وما فيش أي مجال أو يعني ما فيش ذكر للأدوية نهائية ما حاولت تنزله وتعدى الثمانية وظليتك على الوضع اللي انت فيه تاكل نفس الأكل يعني نفس العادات ونفس الحياة أسلوب الحياة طلع بعد الثمانية خلص انتهي صار عندك سكري ولازم تاخذ الأدوية تاخذ الأدوية مع الحمية هذا بحث ثاني مختلف عنه شوية لكن بيقول لك ستة برضو اكسلنت ما عندك أي مشكلة ما تخاف يعني فيه ناس بيعرقوا عندنا في قناتنا في اليوتيوب بيقول يا إخواني طبعا أنا طلع عندي خمسة وأربعة بالعشرة أو خمسة وستة بالعشرة والطبيب اعطاني أدوية ما تردش عليه ما تاخذش الدواء لأنه فيه ما أولا الدواء اللي اعطاك هي ما رح يحلل المشكلة ما قلنا هذا اللي هو عرض مرض السكري هذا ما يلو حم إلا الأغذية أصلا هو عرض ومشكلة من المشاكل اللي بتأتينا من نوع النظام الغذائي اللي إحنا متبعينه فبرضو ما تقلب وبرضو هذا بيقول لك سبعة اللي هو بري ديبيتيز يعني مرحلة ما قبل السكة فبرضو أنا بيقول لك ما تركض على الأدوية وهذا بحث علمي آخر اللي إن شاء الله رح حط لك روابط هذه البحوث في صندوق الوصف بإذن الله برضو بيقول لك ستة هذا إكسلنت هذا ممتاز ما في أي داعي إنك تخاف ومن سبعة إلى ثمانية حط لك إياه باللون البرتقالي طيب ليش حطوا باللون البرتقالي يعني دير بالك دير بالك بس برضو كتبين لك قد يعني ما في داعي إنك تقلق هو مش قد يعني مش جيد لكن ما في داعي إنك تقلق هذا المقصود يعني ما تقلقش كثير وبرضو تركضش على الأدوية نظم أكلك بتنحل هذه المشكلة إذا طلع عن الثمانية وصار في طريقه للتسعة خلص إيجاك السكري ولازم تاخد دواء ما بينفع ما تاخدش دواء لأنه راح يتعب جسمك لازم تاخد دواء وبرضو تتحكم في قريقة الأكل والنظام الغذائي اللي إنت متبعه طيب ليش هيك الأطلبة كانوا يقولون من ستين سنة وجاي من ستين أو خمسة وستين سنة وجاي خمسة وأربعة بالعشر يعطيك دواء على طول أو خمسة وخمسة بالعشر يعطيك دواء أنا آخر فحص سويته سويته في كولارنبور طلع عندي ستة ثمانية بالعشر وصار النقاش ما بيني وبين الصيدلي وأخو الطبيب هم الاثنين الفاتحين الصيدلية عيادة الصيدلية بنفس المكان فحصليها طلع لي التراكمي بطلعوا بسرعة هون يعني تقريبا ساعة بيكون طالع طلع لي يا ستة ثمانية بالعشر بيقول لي لو كان ستة ونص بيكون أوكي قلت له من الزمان كنت تقوله خمسة وخمسة بالعشر وخمسة وستة بالعشر وأربعة بالعشر قال هذا كلام عفى عليه الزمن البحوث الجديدة تختلف البحوث العلمية الجديدة تختلف ويعني اتفاجأت أنا صديق إلي هون في ماليزيا عمل فحص الدم كامل فحص شامل يعني عمله كامل فشفت النتيجة لأنه رحت أنا معه يعني بسيارتي رحت فشفت النتيجة شفتهم يعني مقول لك تحت السبعة أنت أوكي ما عندكش أي مشكلة تغيرت زي ما غيروا كمان نسبة الإنسلين كان يقولون لخمسة وعشرين نازم تكون أقال من خمسة وعشرين وحدة بعدين سووها ثمانطعش بعدين سووها خمسة عشر بعدين سووها اطمع عشر أنا بقول لك لا أفضل شي تحت العشرة يعني الستة هاي بتكون القمة لكن إذا كانت عشرة أو تحت العشرة بتكون أنت في السليم وإلا كيف رح يبيعوا أدوية كيف رح يبيعوا أدوية هاي كلها ما هي كل البحوث هاي اللي صرفت عليها وتبنتها شركات الأدوية وصناع الأغذية هاي كيعني هي واضحة للعيان زمان كله هذا كان مخبأ ستينات وسبعينات وثمانينات ما عنا غير التلفزيون والراديو واللي بنشوفه فيه الآن الإنترنت مليانة وبإمكان أي واحد يبحث ويجد المعلومة اللي بدوية فيه أسئلة كثيرة بتجينا في التعليقات في اليوتيوب دكتور أنا عندي سكري أو اكتشفت أني عندي سكري وعملت فحص التراكمي ولقيته مثلا ثمانية أو تسعة فهل تنصحني بإني أترك الأدوية أم لا طبعا أنا كيف بدي أجاوب على هذا السؤال وطبعا إخواننا وأخواتنا اللي موجودين في المتابعين لقناتنا في اليوتيوب بيعتبوا علي إني ما بجاوب أنا ما بجاوب ولا رح أجاوب ولا بقدر أجاوب للأسباب التالية أولا أنا مش الطبيب اللي متابع لحالتك صح ولا لا هذه أول نقطة أنا مش الطبيب اللي متابع لحالتك ثانيا فحص التراكمي لوحده ما بك فيه فيه فحصات كثيرة أنا ما بعرف عنها نهائيا بدريش عنها يعني عمرك سنة قديش إلو معك السكري قديش كذا شو نظام أكلك ما بعرف الأمور هاي فكيف بدي جاوبك تترك الأدوية أو ما تترك الأدوية ما بقدر ما بقدر أخي أو أختيك عملت السي بابتايت اللي هو أكثر أهمية أو مهم مثله مثل الـ HB1C اللي هو التراكم هذا بدك تعمله وتشوف طبيبك وشو بيقول لك عنه بعدين في هذا العضو المهمل أكثر عضو مهمل في جسم الإنسان عملت فحص بك كفاءة البنكرياس ما هو ممكن يكون البنكرياس عندك 30% 20% 50% 40% ما بعرف كيف بدي أجاوب ودائما بقول استشير طبيبك الخاص يعني عدل أكلك وصلح قرقة نظام حياتك وكذا وافحص باستمرار وشوفه أنت طبيب نفسك أنت اللي ممكن تعرف أنا ما بقدر أقول لك اترك الأدوية بعدين عملت فحص مقاونة الإنسولين اللي هو الإنسولين ريزيستنس بدك تروح تعمل تشوف نسبة الإنسولين قديش في ذمك عملت فحص اليوريك أسد يعني اللي بسبب القاوت هذا ما هو كل الأمور مرتبطة ببعض إذا كان اليوريك أسد عندك مرتفع فيه عندك مشاكل عملت اللي هو كفاءة الكبد هذا بدك تعمله عملت اللي هو ألانين ترانسامينيس هذا أنزيم بفرز الكبد إذا كان فيه خلل ببين في الدم ألانين ترانسامينيس هذا لازم تعمله كمان عملت فحصات الدهون الثلاثية والكوليسترول والأمور هاي ما بعرف كل هاي الأمور فكيف بدك أقول لك آه ترك الأدوية أو لا تترك الأدوية برجع وبقول لا تترك الأدوية من رأسك مش تجازف مثل ما جازفت أنا استشير طبيبك وتابع مع طبيبك وحالتك عد الأكلك عد الأكلك وابدى شوي شوي ادرس حالتك وإن شاء الله الله يشافي الجميع وشو أخبار الضغط عندك ما بعرف قديش الضغط عندك مقياس الضغط قديش إليه عندك ضغط مثلا أو عندك كذا أو عندك أي أمر ثاني فما بقدر إخواني وأخواتي ويريد تعذروني ما بقدر أجاوب على الأسئلة الشخصية بعدين إخواني وأخواتي لازم نعرف ولازم نقتنع أن السكر من النوع الثاني ارتفاع ضلط الدم الدهون الثلاثية مشاكل القلب الكبد الدهني مشاكل المبايد والسرطان والخرف هذول ما لهم علاج الدواء ما بيعالجهم شو معنى هذا الكلام يعني بعطيك الطبيب مثلا ميت فورمين أو جارديانس أو أي نوع من أنواع الأدوية بنزل السكر أكيد بنزل السكر لكن إخلصت من السكر لا بنزل الضغط من أدوية الضغط نعم بنزل لكن إخلصت من الضغط لا ما بتخلص من الضغط لأنه هاي مشكلتها كلها ملهاش علاج ملهاش دواء إخواني وأخواتي حل مشكلة السكر التراكمي أو السكري بشكل عام ما بتحدث كأنها سحر يعني زي ما بنشوف في فيديوهات كثيرة أو في محاضرات أخرى بيقول لك مشروب سحري مشروب مش عارف إيش هذا ما بنفعل كلام هذا كلام ما بيجيب ولا بودي أو حتى بالأدوية يعني الأدوية ما بتجيب نتيجة يعني الأدوية بتبدأ بدواء واحد بتستمر ممكن سنة ممكن سنتين بعدين بيصيروا اثنين بعدين ثلاث بعدين أربعة أدوية وكان السكر مرتفع وهذا الفحص التراكمي عندي كان عشرة وسبعة بالعشرة وأنا متأكد أنه من الكثير اللي بيسمع صوتي الآن اللي سامعينني أنت عندك نفس المشكلة يعني بتاخذ الأدوية بتاخذ كذا لكن السكر التراكمي مرتفع وإحنا سبحان الله مبرمجين أنه لازم ناخد دواء يعني بدنا حل عندي الدكتور فورا يعطينا دواء ليش وبعدين أكثر الأطبة بعطونا أدوية أول ما يلاقي السكر مرتفع في داعي لكل هاي الأمور وبإمكاننا أنه نعالج نفسنا بنفسنا عشان إحنا ننزل السكر التراكمي لجب أن ننتبه لنوعية الأكل وكمية الأكل وأيضا طريقة الأكل هذه مهمة جدا جدا يجب أن نفهمها نوعية الأكل يعني نختار الأكل اللي بناكله فيه إشي مسموح وفيه إشي ممنوع وزي ما قلت لك هذه المشاكل مهما كانت المشكلة الصحية عندك علاجها كلها واحد كل علاجها واحد ما تتناولش أي إشي بضر الكبد بالعكس يجب أن تأكل كل شيء يعزز ويدعم الكبد ويحافظ على جهازك الهضمي هذولا أهم شيئين تعملهم في حياتك إشي بضر الكبد لا تأخذوش وإشي بضر الجهاز الهضمي لا تأخذه هذا أهم شيء في كل الموضوع كل طعام حقيقي كل طعام ريال فود يعني كل ريال فود هذا ريال فود وهذا ريال فود طيب شو الطعام الحقيقي أي إشي ما عليه ليبل هذا طعام حقيقي الطعام الحقيقي اللي أنت بتحضره أو بتطبخه في بيتك وبتأكله أنت وعائلتك في يوم في يومين في ثلاث أيام بالكثير مش سنوات مثل هذه العلب اللي موجودة في السوبر مركت في كل الدنيا أي إشي ما بتلاقيه معلب ومغلف وملون ومزوب وعليه ليبل لا تشتري ليش أنت هذا لما تكره اللي برا اللي بكون موجود على ظهر العلبة في كلمات ما بتعرفهاش ما بتقدرش تلفظها ولا بتدري شي هي صح ولا لا شو جابرني أنا شو جابرني أنا بوقل الطعام اللي ما بيحتاجش ليبل اللي ما بيحتاج ليبل كله ما في مشكلة إلا إذا كان برفع السكر المهم ما يكونش عليه ليبل أنا ضد هاي الأمور كل أنا بتدفم هاي بيقول لك total carbohydrates مجموع النشويات اللي موجود 46 طيب كويس والفايبر 7 ممتاز والسكر 18 طيب 18 و7 25 صح؟ والوقع 21 الغلام الثانيات شو هما دول مش نشأ مش رح يتحولوا ليش ما تذكر على الوهر العلبة ما انت بتقول لي الكربوهايدرات كلها 46 شيل السبعة بظل 39 اللي هما الفايبر 39 شيل ثمانطعة السكر شو بيظل 21 شو هما الواحد وعشرين دول ليش بيش موضح همتوا علي إخواني عشان هيك أنا ما عندي ثقة في كل هاي الأمور إطلاقة إطلاقة وبرضو لازم تبتعد عن السمو طيب شو هي السمو أي إشي بضر الكبد سمو أي إشي بضر الجهاز الهضمي سمو أول هذا هو السكر السكر هذا سبب كل البلاوي وأرجوك ما تهمل ما تهمل بحالك لأنه إذا أهملت بحالك ما بتحس اللي أنت غالس في الطين لا سمح الله وعندك مشاكل صحية كثيرة نيجي لكمية الأكل لديش ناكل أكبر خطأ أكبر خطأ إخواني وأخواتي إنك تقول أنا بدي أكل كمية قليلة مرات كثيرة يعني بدل ما أكل ثلاث مرات وأكل وجبة كاملة يعني وأشبع لا أكل ست مرات هذا أكبر خطأ كل مرة تأكل على طول أمر من الدماغ إلى البنكرياس أعطيني إنسولين برفع لك الإنسولين وهذه مشكلة أنا بقول لك لا تتبع هذه الطريقة لأنها مش طريقة صح وبعدين أنا بقول لك عبي بطنك كل قد ما تقدر يعني عبي بطنك على الفطار جوعان كل لغاية ما تشبع خلص أنا شبعت تمام بعد هيك ممنوع الأكل بين الوجبات أكلت الساعة تسعة والساعة عشرة صباحا أفطرت لغاية الغداء مثلا أو العشاء ما تاكل بشار وما بشار طبعا البشار ممنوع الشبس هذا كله ممنوع بعض الإخوة برضو في قناة اليوتيوب سألني كم الكمية المسموح فيها من البشار ما أعتقد أني رديت عليه أو لا ما أدري ممنوع البشار على الناس الحلوين اللي دمهم زي العسد ممنوع منع باتا لأنه أضر كثير من الذرة نفسها فما غير مسموح نهائيا طيب شو نوكل شو المسموح وشو النظام وشو الطريقة أنا بقول لك شو النظام وشو الطريقة لازم تاكل أكلك بالترتيب الصحيح شو هو الترتيب الصحيح أنا بقول لك أول شي لازم تبدأ بالخضار لا تبدأ تاكل الخبز والأمور هاي لا ابدأ بالخضار بالأول إذا عندك خس ابدأ فيه عندك خيار ابدأ فيه خياره بندورة وبصل ابدأ فيه صلطة كاملة مكملة من الجرجير والليمون والثوم والبندورة وكل هاي ابدأ بالصلطة بالأول انهيها وخلصها كاملة بعدين بتروح على الأمور الثانية ليه لأنه الخضار هذه مليانة ألياف مليانة ألياف الألياف احنا ما بنخضمها الألياف ما بنخضمها مين اللي بنخضمها وبيستخدمها البكتيريا النافعة اللي موجودة في أمعائنا هاي البكتيريا تستقطب كل هاي الألياف بتعيش بتها تاكل فتستقطبها وبتعمل بطانة على الأمعاء بتأخر الأكل لما ييجي يعني الأكل اللي بيجي بعد الخضار هاي بتأخروا هاي البكتيريا أو بتأخروا هاي البطانة اللي بتعمل في الأمعاء فنبدأ أول شيء بالخضار وبعدين ما ننسى انه كل يوم تحتاج انت أربع آلاف وسبعمائة ملغرام من البوتاسيوم منين اللي موجود هذول لازم تاكل خضراء كثير والسلطة هاي أساسية في كل وجبة فعشان هيك لازم تاكل الخضار بالأول وأفيد إليك ولصحتك وبتشوف الفرد إن شاء الله بعدها على طول ما ندق برضو بالخبز ما نبدأ بالخبز أو ما نبدأ بالرز والنشويات لا بنبدأ بعدها بالبروتين من اللي موجود عنا بنبدأ فيه أو بعد ما أكلنا الخضار بعد هيك بنروح للنشأ هذا آخر شيء آخر شيء النشأ إذا فيه غيوض خبز بتاكله يكون آخر شيء راح يتأخر امتصاصه في الدم وما راح يرفع لك السكر عشان هيك راح يتحافظ على مستوى سكر يعني غير متذبذب مستوي يعني برتفع شويها وهيك وهيك لكن ما بيكون زي اللي باللون الأحمر اللي شايفه أمامك فهاي الطريقة الصح للأكل غير هيك بتتعب وإن شاء الله راح نشوف مع بعض هل إحنا محرومين يعني هل إحنا عنا نوعيات أكل كتيرنا كلها ولا لا يعني قديش محرومين زي ما بيعلق البعض في قناتنا في اليوتيوب يعني بقول حرمتنا من كل شيء حرمتنا من كل شيء راح نموت من الجوع ما راح تموت من الجوع الجوع ما بموت محدش بموت من الجوع اللي بموت الأجل إذا جاء الأجل للإنسان والأمراض اللي بكون مليان الجسم فيها يعني الأعصاب الكلا الكبد هذا وهذا فالسلاح اللي بنا نستخدمه هذا بده تضحية بدنا شوي تضحية وراح نشوف أنواع وأصناف الأكل اللي مسموحنا ناكلها والبعض وتعليقات كثيرة في قناتنا في اليوتيوب بتسأل برضو للناس اللي بتسأل بيسألوا متى راح أبدأ أشوف نتائج متى راح أبدأ أشوف نتائج أولا نتيجة الفحص التراكم إذا بدك تتأكد قليش نزل هذا بدك تعبله من تسعين إلى مئة يوم يعني ثلاث شهور وشوي هذا بيبين نعلك لكن النتائج بتبدأ بتبدأ السكر عندك يتحسن من اليوم الأول من أول يوم لما يعني تركز على أكلك ونوعية الأكل اللي تأكله راح تلاحظ إذا بتعمل قياسات في البيت إن السكر عندك قاعد بنزل وإذا كان منتظم أو نازل ما برتفع التراكم مستحيل يرتفع برتفع بدرجة نصف درجة إذا كان عندك 11 بنزل مثلا إلى 9 أو في خطأ قليل هنا وهون لكن راح ينزل التراكمي راح ينزل التراكمي وإذا بتتستمر على هاي الحالة راح تقضي على السكر من النوع الثاني تقضي عليه نهاية هذا بروح ولا بتحتاج أدوية ولا غير اسمحوا لي قبل أن أكمل أنا أشكر أبطالنا أفراد عائلتنا اللي انضموا للقناة في اليوتيوب أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إلى هذه العائلة ويبدأ بتحدي نفسه وتحدي السكري أول مجموعة مسموح توكل منها اللي هي اللحوم بكل أشكالها كل اللحوم لحم جمل لحم ماعز لحم خرفان لحم بقر أي لحم موجود متوفر عندك هذا مسموح لك تاكله إذا سعره مرتفع في المكان أو في الدولة اللي انت موجود فيها ومش قادر تشتريه مثلا بلاش لحم الدجاج لحم البط لحم الحبش كل أنواع الطيور الحلال طبعا كل أنواع الطيور الحلال ما فيها أي مشكلة الأسماك تقريبا كلها يعني في شوية تحذيرات هون وهون لكن الأسماك كلها مسموحة ومفيدة جدا ومغذية ولذيذة والحمد لله في قناتنا في ديوتيوب في فيديوهات كثيرة عن اللحوم وعن الأسماك تقريبا في عشرة عن الأسماك شو الأسماك كيف تشتريها شو اللي تبعد عنه كيف ما تختارش السمك اللي ممكن يضرك كل المعلومات الحمد لله موجودة في القناة بإمكانك البحث عنها ومشاهدتها ومن مميزات اللحوم والدجاج وغيره والأسماك أن الكربوهايدرات فيها قليلة لذيذة جدا ومشبعة ما فيها أي مشكلة للتنبيه مش لازم نكثر من البروتينات اللي هي اللحوم ما لازم نكثر منها لأن الجسم رح يأخذ حاجته منها اللي بحتاجه الجسم رح يأخذه والباقي رح يحوله إلى دهول فالنسبة اللي بحتاجها جسم الإنسان خلينا نقول غرام هي 0.8 بالعشر غرام بروتين لكل كيلو غرام من جسمك يعني إذا جسمك 70 بدك 56 غرام من كل البروتين اللي بتوكنه في الـ 24 ساعة فما تكثر لأنه رح يرفع لك السكر والباقي رح يتحول إلى دهول الصنف الثاني اللي هو الخضروات الورقية كلها بدون استثناء كل منها قد ما تقدر ما فيها أي مشكلة ويا ريت تتعلم كيف تساوي هاي البراعم اللي فائدتها أضعاف مضاعفة من فائدة النبات الكامل الكبير يعني يعني مثلا لما تعمل براعم مثلا الكيل براعم الكيل مثلا أو براعم البروكولي هاي الفوائد اللي فيها أضعاف مضاعفة من النبتة الكاملة يعني فيالي تتعلم كيف تعمل هاي وتداوم عليه على أكلها يعني ومغذية ولذيذة ويعني منعش يعني بيكون الطعام فيها ضعاف مضاعفة برضو منكه للطعام أكثر مما تتخيل وفي فيديو قريبا خمس دقائق عن طريق الزراعتها وكيف تزراعها والمدة اللي بدك تدير بالك عليهم طيب إذا ما فيش كيل وما فيش براع كل زي ما بدك كل سبانخ خس ملوخية أي شيء مخترع بالك أي خضروات ورقية أي شيء من الخضرة ورقي هذا مسموح ما فيه أي مبار عليه كل ملفوف سواء كان الأحمر أو الأخضر يعني ما فيه مشكلة وطبعا الفيديوهات موجودة عن الخس عن السبانخ موجود عن الملفوف موجود بإمكانك مشاهدته بتعرف الفيتامينات والفوائد اللي راح تستفيدها منه خلينا نشوف الإيجابيات تناولها مفيد جدا لجسمك مليئة بالفيتامينات مليئة بالمعادن مليئة بالألياف يعني ما عليها أي غبار طيب هل إلها سلبيات لا أنا ما بسميها سلبيات أنا بسميها تحدي ليش تحدي لأنها غير مشبعة غير مشبعة زي الخبز غير مشبعة زي الرز غير مشبعة زي البرغل غير مشبعة زي البطاطا فلازم هذا تقبل وإن تكاد تحدي بدل ما تأكل كمية صغيرة زود الكمية متعود تأكل صحن صلطة مثلاً 200 غرام خليهم 400 تشبع بإذن الله سبحانه وتعالى كمان نوعية كل الخضار القليل في الكربوهيدرات كلها إبداها من البروكولي القرنبيل البادنجان البندورة معنها فاكة الإخيار الفلفل الحلو الكرافس الهليون كل هذا مسموح فمن إيش محرومين إحنا من قطعتين خبز ناكلهم كل يوم أو من شوية رز ما بدنا شيئاً ما بلزمنا لأنه عندنا البدائل كثيرة من إيجابياتها كربوهيدرات قليلة جداً فيتامينات عالية جداً معادن عالية جداً ألياف عالية جداً فما عليها أي غبار ولا فيها أي مشكلة طيب عندها مشاكل أو عندها سلبيات زي ما قلت هذه مش سلبيات هذا تحدي إنها ما بتشبعك ولازم تكثر منها عشان إذا بدك تشبعك فاتخيل انت هاي تمزجها مع الخضروات الورقية كم نوع سلطة رح تطلع كم نوع سلطة ممكن تعمل من الخضروات الورقية من الخس من الجرجير من الرشاد من هذا من هذا من البقدونس كل الخضروات الورقية هاي لما يكون عندك مثلاً حبة فلفل أحمر أو فلفل أخضر لمونة حبة بندورة حبة خيار هاي بتسوي لك طبق سلطة مع لكتين زيت زيتون بتشبع زيت زيتون بتشبع بإذن الله سبحانه وتعالى ما فيها أي مشكلة كمان صنف منتجات الحليب ويفضل أنك تكون تسويه في البيت يعني مثلاً الزبادي اللبنة الأجبان كلها ما فيها مشكلة باستثناء الأجبان المطبوخة الأجبان المطبوخة زي الشرائح مثلاً المثلثات هاينا كلها يعني بحذر ما نكثر منها لأنه نسبة الكربوهيدرات فيها أضعاف اللي موجودة مثلاً في الجبنة البيضة أو في الجبنة القشقوان أو في الجبنة يعني هاي الأجبان وطبعاً كلها مذكورة في فيديو الأجبان موجود أيضاً في القناة شو من سلبياتها سلبياتها فقط إنها سعراتها عالية وأنا بالنسبة إلي باهتمش بالسعرات لو حسبت السعرات زي ما كنت أحسب زمان ما نقصتش وزني وزني ما نجس ولا كيلو أنا لمن يوم ببطلت أحسب سعرات وأنتبه بس الكربوهيدرات 27 كيلو في ثلاث أشهر الحمد لله ثلاث أشهر 27 كيلو طاروا وما رجعوا الحمد لله لغاية اليوم زي ما أنت شايفني 83 ل85 83 ل85 من وزن 110 فما تحسب سعرات السعرات هاي ما بتلبب ما لها معلاقة نهائي بالنسبة إلي ما إلها أي علاقة فالأجبان كلها مسموحة الزبادي مسموح الحليب خفف منه مسموح لك 100 ميلليتر في اليوم بس ليه لأنه اللاكتوز فيه عالي ورح يرفع لك السكر أفضل شيء تقدمه لجسمك هو السمن البلدي وياريت تعملوا في البيت وما حدا الله سمحته يسألني كيف نعملوا في البيت لأنه الفيديوهات موجودة وسهل يعني سهل بغلب شوية هو لكن لما نتعود عليه بنصير نعمل السمن في البيت وإن شاء الله تستفيده منه أفضل غذاء بالنسبة إلي البيض مسموح زي ما بيدك كله مسلوك مقلي برشت نصف استواء زي ما بيدك كله وما تخافش من البيض ما تخاف من البيض بقولك 6 سنوات أنا آكل أربع بيضات كل يوم ولما فحصت أنا بشهر 6 الكوليسترول عندي بقولي أبتمال في القمة أربعة وستة بالعشرة لو برفع الكوليسترول كان سواء للكوليسترول زي ما كان زمان لو برفع الكوليسترول كان رفع للكوليسترول غير طبيعي يعني بيصير معدل الكوليسترول عندي عالي ما تخافش منه وفيديو البيض موجود في قناتنا في اليوتيوب بإمكانك مشاهدته من حسناته أنه كرغوهايدرات قليلة لذيه جدا ومشبع جدا وإذا بتجرب بس جرب كل ثلاث بيضات الصبح مثلا اللي بدك تفطر وتتغدر وتتعشى كل ثلاث بيضات الصبح على الفطور مع شوية سلطة مع شوية قدرة مش رح تشعر بالجوع بس بدون خبز لأنك إذا بدك تأكل معه خبز الخبز رح يخليك الجوع بعدها بساعتين أو ثلاث ساعات وبعدين إخواني وأخواتي أنا بتكلم عن هاي الأمور للإنسان اللي بده يخفف من الأدوية مش يكثر من الأدوية فإذا بدك تخفف الأدوية لازم نتبع هذه النصائح وتجربة تكف يعني سبع سنوات الحمد لله لغاية الآن من شهر تسعة 2017 لليوم مجموعة أخرى اللي هي مجموعة البقوليات أنا الآن بتكلم عن البقوليات الناشفة الخضرة علها حسابات أخرى بتكلم عن البقوليات الناشفة في أنواع ممكن تأكلها بس ما تكثرش منها يعني لو كلتها مرة بالأسبوع ماشي في أنواع يعني مثلا إحنا متعودين على الفول والحمص لا 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 هذا يعني لازم ندير بالنا منه وكمان الكمية لازم نكون عارفينها وقديش أكلنا وهاي فيديوهات البقوليات الحمد لله موجودة في على ما أعتقد خمس أو ست فيديوهات موجودة في قناتنا في يوتيوب بإمكانكم مشاهدتها كمان نوع المكسرات كلها ما عليها غبار سامعيني المكسرات كلها ما عليها غبار بس اثناء اثنين الكاجو والفستق الحلبي هذول الكربوهايدرات ومالسكر تابعهم مرتفع الفستق الحلبي مرتفع والكاجو برضو مرتفع فهذا لازم نخفف منه مشكلتها الثانية أنه ما بنحسش قديش بنستهلك منها يعني نذكر الواحد كان يشترك كيلو مكسرات ويقعد يسهر بالليل ويخلصوا من غير ما نحس فهذه مشكلتها لكنها مفيدة وكلها مسموحة باستثناء زي ما قلت الكاجو والفستق الحلبي نخفف منه نيجي الآن للفوار ملاحظين إخواني أنه كل شيء مسموح تقريبا باستثناء الخبز بطاطا شو بدي فيه الموز شو بدي فيه التفاح شو بدي فيه كل يوم كل يوم كل يوم ما بلزمني فكل شيء تقريبا مسموح المهم نلغي أول شيء السكر وبعدين نلغي النشويات بس النشويات العالية المعكارونا البسطة الأرز الخبز بس ستقوني هي ممكن صعبة أول يومين ثلاثة أربعة مول أسبوع لكن بعد هيك بتصير عندك الوضع طبيعي بذكر أنه كل الفواكه ترفع السكر فش فاكه ما بترفعش السكر لا تسمع لحدا رح ترفع لك السكر لكن يعتمد على الحمل اللي غلايسيمي اللي هو قديش فيها سكر ونشأ ويعتمد أيضا على المؤشر اللي غلايسيمي قديش بسرعة يعني بترفع السكر فكلها بترفع السكر عشان هيك لازم نختار شو نوع فاكه اللي ناقله طيب فيه عندنا فيديو موجود في قناتنا في اليوتيوب فيه عشرين نوع فاكه الممنوع مثلا على سبيل المثال البرتقال ممنوع للحلوين اللي دمهم زي العسل ممنوع ليش لأنه برفع لك السكر البرتقالة عشرين غرام سكر مصيبة فإيجع بالك برتقال كل ربع برتقالة مش كل يوم لما ييجي موسم برتقال خلاص إيجع بالك توكل ربع مش نص ولا لا ربع ليه لأن طول النهار رح تسحب أشياء ثانية البطيخ ممنوع أنا ناس ممنوع إلا بالطريقة اللي شرحتها في الفيديو موجود تبعا أنا ناس عشان هيك بس بنتحكم في النوعية وشو بدي أدى أكثر من عشرين نوع فاكه وهاي الفواكه سبحان الله موسمية الآن بطرة تسير موسمية لانفتاح العالم وهاي الأمور لكنها موسمية لما ييجي موسمها مثلا موسم كده هيك تعودنا ليش أنا أروح كل يوم لازم أقول منها ثنتين وثلاثة أربع حبات وخمس حبات ليه ليه ما فيش داعي أنا بقول بالنسبة إلي هذا مثل لما الواحد بده يسوي يوم الميلاد لابنه بجيب كيك مرة في السنة مش هيك مرة في السنة إحنا ما بنقول مرة في السنة بنقول مرة بالشهر بالأسبوع الواحد يحافظ على باله يدير باله وبعدين بعيده بكرر هذا اللي ما بده أو اللي بده يخفف الأدوية مش يزيد الأدوية وطبعا اللي ينطبق على السكر من النوع الثاني ينطبق على السكر من النوع ال�авать باستثناء أن السكر النوع الأول لازم يأخذ الأنسلين لازم يأخذ الأنسلين تبعه ليه؟ لأنه إذا ما أخذ الأنسلين ما رح يعيش وتبتعد عن تناول أي فاكهة أو أي طعام المؤشر الغليسيمي تبعه أعلى من الخمسين وابتعد قدر المستطاع برضو أنك تتناول الأكل اللي حمل الغليسيمي يعني السكر والنشويات فيه أكثر من عشر شو بالنسبة للمشروبات؟ كلها مسموحة بدون سكر، قهوة، شاي، بابولج، ينسون، يتذكرون، كله هذا مسموح ما فيه أي مشكلة لكن بدون سكر زي ما قلت الأعشاب كلها مسموحة اشرب بدون سكر ما فيها مشكلة رطب على نفسك ما فيه أي شكال وهذا فيديو رفعناه قبل مدة عن كيف أنك تشرب كل هاي الكوكتيلات وفيه تقريبا عشرة أو مش في ذاكرة عشرة اتناعش أو خمسة عشر مشروب ممكن أنت تعملهم من حليب اللوز من الشاي من كذا وتستمتع فيهم لكن بدون سكر وطعمهم لذيذ ومغذي وصحي جدا البهارات كلها مسموحة كل الابهارات مسموحة باستثناء اللي الطبيب ينصحه يقول له مثلا هذه عشان حساسية معينة عشان شيء معين لكن بالنسبة إلي ولأغلبية الناس يعني الابهارات كلها مسموحة ومفيدة جدا جدا كلها مضادات أكسدة أغلب هذه الابهارات مضادات أكسدة فأتناولها ومش ممنوعة علينا وشايفين ما شاء الله قديش أمامنا أكل لأ من نلغي الخبز ولا البطاطا ولا شو المشكلة لا مش فاهم شو المشكلة سدوني إخواني هذا الحل الوحيد إنك تستمتع بهاي الأمور وتبتعد عن اللي بضرك طي بدنا سلصات بدنا منكهات بدنا مش عارف إيه تمام مافي الشطة مافيها غبار الشطة الحمراء في ناس بحط عليها سكر الشطة الحمراء مافيهاش مشكلة الشطة الخضرة مافيهاش مشكلة الميونيز ما عليها أي غبار الميونيز اعملها في البيت ليه لأنه معظم اللي موجودة في السوبر ماركت هاي بيستخدمونها زيوت البذور يعني مش مستعدين يحطو لك زيت زيتون مثلا مستحيل ما بربحوا فهاي مشكلتها مش الميونيز الميونيز موبيض مش الميونيز مشكلتها الزيوت المهدرجة زيوت البذور اعملها في البيت ما فيها مشكلة إعمل الصلصة الخضرة، الصلصة الخضرة اللي في الوسط هاي أمام بالنعنع نعنع وثوم حاليك وثومه مافيها مشكلة الموسترد اللي هو الخردل مافيه أي مشكلة، كل الخيارات هاي ابعد عن البيربيكيو سوس، ابعد عن ال upstairs ابعد عن كل هاي تبع الطماطن naveج، اشتريب People Streaming تجاهز بالعلام ابعد عنه الشطة سهلة بتعملها في البيت والآن اليوتيوب مليان كيف بدك تعمل أي شيء بدك تأكله ونصيحتي اخوان اتعلم كيف تساوي هاي هاي إذا بتزبطها يعني زي ما بدك يعني بترتبها هيك على حسب مذاقك وذوقك هاي بتدمن عليها وبتلغي كل الباقي وخاصة إذا كنت بتحب الحار زي يعني تكثر الفلفل عليها وكذا فعمل باكدونس فيها النعنع فيها الثوم فيها الخيار فيها الليمون فيها ممتازة وصحية ومفيدة جدا جدا وهذا الفيديو موجود بإمكانك إن شاء الله مشاهدته إخواني وأخواتي إحنا لو بنعرف أي واحد من الحلوين اللي دمهم زي العسل إنه فيه كبسولة بيأخذها كل شهر وثمنها قد ما كان ثمنها ورح تريحه من السكري رح يشتريها صح ولا لا لكن إحنا بنعرف ما فيش كبسولة تأخذها تأخذ الكبسولة أول مرة أو الحبة بعدين بتصد الدوم على الأكل زي ما تعودت وكذا الدواء بزيد وبزيد وبزيد ما فيه دواء يعالج السكري لازم نفهم هيك فيه أدوية بتريحها كشوي بتخليه منخفض بس شرحت أنا في فيديو حقيقة الأدوية السكر اللي بيطلع من الدم هذا وين بروح السكر هذا بروح على العضاء ثاني بروحه على الكبد وبأخذه كذا بوزعه هون ووزعه هون بدخل على الخلايا بيطلع من الدم صح لكن بدخل على الخلايا وهذه برضو مشاكل بالنسبة إلينا فما فيه كبسولة نأخذها وتريحنا من السكري ولا فيه كبسة أو زر نضغط عليه بب راح السكري ما فيش السلاح الوحيد اللي ممكن نستخدمه ضد السكري هو أنه نتحكم بنوعية الأكل وشو اللي بناكله كل يوم وكم مرة وقدشه كمية فهذه السلاح الوحيد اللي ممكن تستخدمه في وجه السكري مشكلة بعض الناس أنهم بيأمنوا أنه هذا مستحيل مستحيل أنك تتخفف السكري أو تقضي نهائيا على السكري بدون الأدوية لا مش مستحيل هاني الحمد لله كل ما بقي السكري خمسة خمسة وسبعة خمسة وستة ستة حسب ما بخبصه بوقت ولا رحت يعني آخر فحص تراكم يسويته أنا بشهر ستة اللي فات الحمد لله ما في أي مشكلة ويوم خمسة طعش ثمانية فحصت السكري لقيت أول فحص كان ستة وستة بالعشرة والفحص الثاني كان خمسة واربعة بالعشرة بكينتين يعني الفرق بينهم دقيقة في الفحص فلما تجمع اثنين وتأخذ المعدل بيطلع ستة الحمد لله ما عندي مشكلة وهذا بدون أدوية بدون أدوية والحمد لله ما عندي ضغط الحمد لله وكان عندي سمنة زائدة كثير زي ما شفته في الصورة اللي قبل شوي والحمد لله الآن ما عندي سمنة فمش مستحيل المستحيل لما تقول دايما مستحيل ما رح تحاول لازم تكسر هذه الكلمة أو هذا التفكير من دماغنا نطيره من دماغنا ونعرف أنه ممكن وانت الوحيد اللي ممكن تحل هذه المشكلة مش الدكتور علي انت الوحيد اللي ممكن تساعد نفسك وتخلص من السكر وهي هس إن شاء الله رح نذكر وجبات إفطار وشو ممكن تفطر وبعدها شو ممكن تتغدى والحمد لله خير الله كثير ويعني بنحرم نفسنا من أشياء لكن في أمور أخرى بتعوض عنها بشكل كبير البيض هذا أساسي في كل وجبة تقريبا بالنسبة إلي اللي بده يأكل بيض أو اللي خايف من أكل البيض ما تخافش من أكل البيض ست سنوات أربع بيضات كل يوم والكلسترول عندي في القمة ما ترد بقول لك البيض هذا بيخرب الكوليسترول بيجيب الدهون الثلاثية هذا كلام غير صحيح خاصة إذا كان بيض بلدي بيض نظيف من مصدر موثوق فما تخاف منه الوجبة الأولى مثلا مدك تفطر شو مدك تفطر إحنا بنقول السلطة هذه أساسي يكون عندك 300 إلى 500 يعني نصف كيلو سلطة نصف كيلو خضار مشكل صنفة خضاء زيت زيتون حض زيتون كمان كل ثلاث إلى أربع بيضات مسنوب أو غيره معاك 50 غرام يعني رغيف خبز خالة وعلبة رايب مثلا 100 غرام علبة صغيرة رايب أو اللي بتعمله في البيت يكون أفضل إذا كان بيتي يكون كامل الدسة وكلك شوية مكسرات لغاية 30 غرام وخذ أي مشروب ساخن أو بارد وطبعا إذا بدك تشرب مياه ما فيها أي غبار والمشروبات عندك الشاي عندك القهوة عندك الحلبة عندك القرفة عندك الزهورات كلها ما فيها أي ضرر فيعني ما في الشرط أن أحق عليها سكر ما بدي السكر وبعدين يا إخواني وأخواتي اللي متعود يشرب القهوة بسكر أو الشاي بسكر سدقوني بعد فترة بسير أنت ما بتطيق السكر ليه لأن السكر هذا خاصة المواد اللي بيصنعوها فيه لهم درجة معينة بيحطوها تخيل أنت مثلا كاسة شاي متعود تحط معلكتين سكر تحط أربع معالج بتصيبك صدمة ما بتقدر توكله ليه لأن السكر أنت جسمك أصلا برفضه يعني ما بيحبه بس التعويض عليه شوي شوي أصبح عندنا إدمان لحد معين لدرجة معينة من السكر فشوي شوي إن شاء الله رح تنتهي هاي الموضوع ورح تصير تشرب كل شيء تقريبا بدون سكر وهي فيه فيديو آخر المشروبات المسموحة شو مسموح لك تشرب كل يوم من غير ما تجيب لك أي برر إن شاء الله وفيديو آخر كيف تعمل الكوكتيل وكيف تعمل كذا وتستخدم مشروبات مش بس إنك تستمتع فيها لا بالعكس بعضها بتنزلك السكر لو كان مرتفع بتساعدك على تنزيله فهذا الفيديو أيضا موجود في القناة إيجع على بالك مثلا تاكل حمص اليوم إيجع على بالك تفطر حمص تمام ما في أي مشكلة بتكون الصلاطة جاهزة طبعا ما بتكيش تقطعها وما فيش وقت بلاش قطع لخيار قطع صغيرة البندورة قطع صغيرة الجرجير بورقه زي ما هو رأس بصل زي ما بدك كما بتحب يعني بتجيب الحمص بتاكل الصلاطة بالأول أو الخضار بعدين بيضة أو بيضتين أو ثلاثة أو أربعة زي ما بدك حسب طاقتك وحسب مزاجك مقلب السمن أو الزبدة خمسين غرام حمص اللي يعني لما تشتر انت حمص من المطاعم بحق لك ثلاث معالي اللي هما خمسين غرام ومعها هم رغيف خبز خالة وكل شوية مكسرات وتفضل اشرب المشروب اللي جاء على بالك والحمد لله بتكون شبعت هذا عن وجبة الإفطار أنا عن نفسي أنا بأكل وجبة واحدة ما بطلب من الكل أن يكون مثلي لا فيه ناس بذا تفطر وتتغدى لكن نصيحتي بالكثير خلي أكلك في اليوم وجبتين مش أكثر من وجبتين نيجي لموضوع آخر بدك تاكل فول اجي على بالك تاكل فول ما فيه أي مشكلة بإمكانك تاكل الفول نترك مثل غيره تاكل البيت طبعا قبلها بتكون ماكل الصلطة أو الخضارة المقطعة خمسين غرام فول مع زيت الزيتون ورغيف من الخالة وشوية مكسرات إذا بتحب ما بتحب ما فيه مشكلة وأيضا مشروب من المشروبات المسبوعة نتبى البيتنجان هذا الفتوار اللي بنفطره إحنا أو لبنة زي ما بدك ما فيه مشكلة نتبى البيتنجان بنأكل الصلطة بالأول مع زيت الزيتون وكون المتبى الموجود ممكن يكون جمبها شوية أجبان لا تاخد الأجبان المطلوخة الشدر أوكي المزرلة أوكي الجبنة البيضة ممتازة وعندك كمان الزيت والزعتر والأمور هاي ما فيها مشكلة وتاكلها كمان مع خمسين غرام خبز الخالة اللي هو رغيف واحد ما فيه أي مشكلة وأيضا بتكون شبع الأجبان زي ما قلت بإمكانك تاكل كل جبنة البيضة كل أنواعها عكاوي مش عكاوي مش دولة كل هذه الجبنة البيضة ممتازة جدا ما فيها مشكلة وزي ما قلت برضو بإمكانك تاكل زيت وزعتر مع الرغيف المخالة هذا مع كاسة شاي بدون سكر أو قهوة أو قرفة اللي بدكية يعني عندك تشكل كثير وممكن تحط كل الأمور هاي وتاكلها وممكن تاكل الزبدة وما تخاف من الزبدة الحيوانية البلدية ما تخافش منها غير المصنعة المصنعة الله يعلم شو بزيدوا عليها لكن الزبدة البلدية ممتازة جدا وما تخاف وأكلي زبدة كثير وزي ما قلت لك الكوليسترول عندي والأمور هاي الحمد لله بكل شيء على ما يرام وإمكانك تغير وتبدل في البيض يعني مش شرط مسلوق بإمكانك تقليب زبدة بإمكانك تحط عليه اللي بدكية بإمكانك تعمل أملت يعني تحط فيه البندورة والش اسمه هذا الفلفل الحلو والبصل وتعمل اللي بدكية وهي أكلك مثل يعني إفطارك تقريبا مثل إفطار كل الناس لكن بدون الخبز الأبيض وبدون الأمور الممنوعة بدك تاكل فلافل اجعل بالك تاكل فلافل أنا اليوم جاي على بالي أكل فلافل تمام اشتري شوية فلافل بدك تاكل رغفين مهم بحطه في رغيف ثلاث حبات أنت اشتري أربع حبات خلي في رغيفك اللي بتسويه اللي هو رغيف الانخالة هذا جيب الفلافل وسوي الصلطة عندك في البيت والميونيز اللي الدكية وكذا ولفهم في رغيف الانخالة وتفضلوا كل ما انحرمت إذا اجعل بالك لكن مرة أو مرتين في الأسبوع ليه لأنه الله بعلم شو أنواع الزيوت اللي بيقلوا فيها في المطاعم الفلافل فتدير بالك ولكن مش ممنوع كل مرة أو مرتين في الأسبوع بشرط إنها تكون بخبز انخالة مش بالخبز الأبيض خلينا نشوف شو فيه عندنا وجبات للغدا وللعشاء الحمد لله خير الله كثير الشربات شربة الخضار كلها بكل أشكالها باستثناء اللي بتحط فيها الذرة الصغيرة أو البطاطا نبعد عنها أو القرع نبعد عن هاي الأمور عندك الجزر مسموح ما في مشكلة بس ما تكثر منه لأنه نسبة السكر شوية عاني فيه لغاية سبعة فالجزرة واحدة أوكي بس ما نحطش عشرين جزرة في الطبخة عندك أشياء كثيرة ممكن تحطها معه وتسويها مع اللحمة مثلا أو تحط معها الدجاج اللي بدك إياه فشربات الخضار كلها مسموحة ما عليها غبار ممكن تعمل بيتنجان مشوي مثلا مع شوية لحمة في الفرن أو مقلب الزبدة وتحط فوقهم شوية زبدة وتأكل معهم خضار وحبدة لو تأكل معهم حبة أفوكادو بيصير عندك الوضع تمام التمام وبتكون شبعان السمك جيب سمكه كل والحمد لله يعني في بلاد كثيرة عندها شواطئ وعندها كذا والسمك متغفر فما في أي مشكلة في بلدان فما عندهاش سمك يعني بتلاقي فيها مدينة واحدة زي الأردن مثلا مدينة واحدة على البحر ما في غيرها فبعا معظم المدن الأخرى ما بيكون متوفر فيها إلا المستورد وهذا مش غلط يعني بعدين ما تشتروا السمك الكبير السمك الكبير لا تشتروا لإلى أنه بكون نسبة الزئبق فيه أعلى لأنه عاش أكثر وأكل أكثر أسماك فما نشتري السمك اللي حجمه كبير زي ما كنت أغلط أنا زمان وأشتري السمك حجمه كبير ما بيسير اشتريه أصغر بيكون أحسن ممكن تأكل برضو السمك ثاني اللي هو مقلي برضو بالزبدة أو ما شوي مع شوية خضرة سبانخ كذا لكن بالنسبة للسبانخ لأنها عالية بالأوكزليت خفف منها قدر المستطاع خاصة لعنده مشاكل في الكلا وإن شاء الله رح يكون عندنا مخاضرة ثانية عن إنه هل الأوكزليت هي اللي بتسبب حصوات الكلا ولا العكس ولا كيف شو موضوعها يعني إن شاء الله رح أعمل مخاضرة ثانية عنها بإذن الله سبحانه وتعالى كل ورق الخاص قد ما تقدر بتنجان كبد اللي بدك إياه كله مسموح هذا إلا الإنسان اللي عنده النقرس يعني حمده اليوريك عالي يخفف من اللحوم قدر المستطاع لأنه فيها تسبو هذا حمده اليوريك عالي نسبيا كل دجاج مثلا صدور الدجاج مشوحة مثلا أو مشوية بالفرن مع البروكوري ومع شوية خضرة ما فيها هاي مشكلة هاي عنا خيارات كثيرة والحمد لله يعني ما فيش مشكلة البامية مسموحة وكثر منها لأنها ممتازة حطها مع البيض اقريها بالأول وضيف عليها البيض وكلها هاي أحلى وجبة عشا أجمل من هيك وجبة عشا ما فيه لذيذة جدا بلاش كلها بامية باللحمة أو بالدهن ما فيها هاي مشكلة ومفيدة جدا جدا وبإمكانك تأكلها مع الأرز يعني بتحط 100 غرام من الأرز المطبوخ وهذه 100 غرام من الأرز المطبوخ زي ما قلت بتكون البامية فيها أكثر من الرز ومشبعة ومقنعة إلا إذا إنسان مثلا بدي يؤكل طاق طاقين أو ثلاثة أو أربعة وهذه مسموح لك الرز تأكله مرتين في الأسبوع صار عندك ثلاثة مرتين في الأسبوع أو مرة أو مرتين والرز برضو مرتين في الأسبوع ما في مشكلة لكن يكون مطبوخ بالطريقة اللي ذكرناها بعدين بدك تأكل مثلا كباب أو كباب مع ملفوف في ناس بتحب تكون الصلطة والتبولة أو حمص والكباب هذا وملفوف وورق دوالي ما في مشكلة لكن لا تحشي ورق الدوالي رز احشي برغل ما بيختلفش الطعام بالعكس أفيد ألذ وأخف على السكر ومفيد أكثر من الأرز على فكرة الأرز هذا ما فيه فوائد ما فيه فوائد نهاية عبارة عن نشأ لكن البرغل مليان فوائد فالبرغل أفضل من أن نستخدم الأرز برضو بإمكانك تاكل المشويات جاد ما تكبر كل المشويات بدكية كبد قوانص مثلا جنحان دجاج لحمة اللي بدكية هذا اللي بنسميه كلورسلو هذا اللي هو الجزر مع الميوليز مع كذم مع لبن الرايب شوية مخللات ما فيه هاي مشكلة فهاي كلها مأكلات لذيذة اللي بيستطيع يأكلها اللي ما بيستطيع يأكل بيض يجيب قبلة الدجاج رخيصة جدا وإلا اللي عنده زي ما قلت إلا اللي عنده اليوريك أسد مرتفع يخفف منها قدر المستطاع وعندك مشاكل في الكلا ياريك تسأل الطبيب خاص اللي عنده بإمكانك تاكل الدجاج مشوي أو مقلي يعني بتغليب الأول وبتشوح بنفتد شوية زبدة ما فيها أي مشكلة وبكون ممتاز ولذيذ بإمكانك تاكل اللحمة مع الفلفل الحلو هذا الكفسي كم يعني أصفر وأخضر وأحمر شكلها بشهي وما بترفع لك السكر ومليانة فيتامينات ومعادن وفوائد لجسمك إذا مقتدر كل لحم مشوي قد ما تقدر كل يوم إن شاء الله مش مشكلة إذا كنت مقتدر مش مقتدر فالخيارات اللي أعطيتك إياها بتسد وبتغني ممكن تدلع نفسك في يوم هيك وتجيب لك نص جاجة تاكلها لوحدك أو مع العيلة تجيب لك نص جاجة ودلع نفسك مع شوية لبن مع شوية صلصة خضرة هذه اللي بذكورها عندي برضو في بيديو من الميديوهات الخلطة الخضرة ممتازة جدا وبرضو مشبعة وما بتذيقك ولا بترفع لك السكر وعندي طلب إخواني وأخوات يجرب بنفسك يعني يجرب بنفسك أنا بقول لك خلال أسبوعين تشعر إنك إنسان آخر وبعيده وبذكر لو سمحته ما حدش يوقف الأدوية بدون إنه ما يراقب كل يوم وقول الدكتور علي قال وقف الأدوية لا لكن إذا بتراقب صح وبتمشي على هذا الموال أو على هذا النظام بإذن الله رح تنسى الأدوية رح تنساها واللي بيأخذ أنسلين اللي بيأخذ حقا أنسلين من السكر النوع الثاني رح تخف الجرعات بشكل رهيب وهي في عندي آلاف من التعليقات الناس اللي جربوا في ديوتيوب طبعا الناس اللي جربوا وقالوا إنها مشيت وحسيت أحسن وأفضل فأنا بقول جرب بنفسك وشوف شو رح تشعر خلال أسبوعين السكر التراكمي رح يبين معك بعد ثلاثة شهر لأنه ما في فائدة تعمل ولكن إذا صرت تفحص كل يوم وتشوف إن السكر عندك مضبوط فالتراكمي بإذن الله رح يكون مضبوط إن شاء الله الأفضل أيضا أنك تلعب رياضة يعني اللي بيقدر يلعب حديد روح على الجيم ما فيه أي مشكلة يحرق يبني عضلات ما فيها أي مشكلة إخواني وأخواتي اللي الصغار من عمر زي حالاتي أنا عمر ستة وعشرين سنة زي حالاتي لا إخواني أنا بقولها يا دائما على سبيل المزاه أنا عمري سبعة وخمسين سنة إخواني وأخواتي اللي بيد نفس العمر مثلي وما بقدر وشي لعبه حديد بلاش الجري إذا ما تقدرش تجري برضو يعني ترقد ما فيها مشكلة نمشي نمشي كل يوم الساعة حوالين الحارة في الحارة الشارع هذا روح للدكانة أو البقالة القريبة اشتري انزل للسوق تمشى في السوق اشتري شوية خضرة فهيك أنت بتفيد جسمك ورياضة المشي ممتازة جدا ومفيدة جدا إخواني وأخواتي مشاكلنا الصحية معظمها وممكن أقول كلها هي من الأكل هي من الأكل اللي بنوكله وخلينا نتذكر ونتدبر قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي معاء شرا من بطني بحسم ابن آدم أكلات أو لقيمات يقمنا صلبة يعني كل عشان تعيش مش تعيش عشان تاكل فندير بالنا من الأكل خاصة إخواني وأخواتي اللي دمهم زي العسل يعني ندير بالنا من الأكل لأنه هذا هو اللي جاء بنا أصلا المشاكل ولكل إنسان مدمن على الأكل وعلى المشروبات الغازية وعلى الحلويات وهاي الأمور أقول وطبعا ما بتحداش السكري ولا حتى بفكر أنه يتحدى السكري أنا بسأل وبتساءل وبقول متى ستبدأ بتحدي السكري وتقطع كل هاي الأمور اللي بتجيب لك التعب وتنزل السكر التراكمي اللي عندك من رقم حتى لو كان 13 أو حتى 15 بنزل لغاية 5 ولغاية 6 بنزل ما في أي مشكلة باتباع هذه النصائح نوعية الأكل يعني نختار الأكل اللي بناكله فيه إشي مسموح وفيه إشي ممنوع أول شي السكر السكر ممنوع منعا باتا اللي بدون نزل السكر التراكمي السكر ممنوع منعا باتا المشروبات الغازية أيضا ممنوعة الدقيق وكل مشتقاته الدقيق الأبيض أو حتى دقيق القمح كل مشتقاته ممنوعة منعا باتا وعشان تعرف شو بيسوينا الخبز في أجسامنا يا ريت تشاهد هذا الفيديو وزي ما قلت بإمكانك بس البحث عنه اكتب الدكتور علي القاسم الخبز بطلع لك إن شاء الله وللإخوة في قناة اليوتيوب إن شاء الله راح حطهم زي ما قلت في رابط واحد إلا إذا توكل خبز خالة هذا مديل الخبز وهذا الفيديو أيضا موجود فوائده وكيف نعمله هذا أيضا موجود في قناتنا في اليوتيوب النشويات أيضا ممنوعة النشويات ممنوعة الأرز بكل أشكاله لا بسمتي ولا أبيض ولا بني كله كله ممنوع كل هذا الأرز ممنوع بغض النظر عن نونه أو نوعيته أو ما كتبعته إلا إذا أكلت الرز أو طبقت الرز بالطريقة المذكورة في هذا الفيديو وبعض الإخوة والأخوات مشكورين في قناتنا في اليوتيوب كتبوا تعليقات أنه هاي الطريقة تستخدم في العراق ألا وهي سلق الرز يعني مش نطبقه بالطريقة المعتادة نحط عليه مية مثلا كاسة الرز نحط عليها كاستين مية لا هذا بده يسلق يعني ينقع ويسلق ويطبخ على نار هادئة بيكون طار منه الكثير من النشأ إذا كان هيك ما في مانع بناكل منه إن شاء الله لكن بكميات محدودة رح أذكرها إن شاء الله نبعد عن الزيوت اللي بسموها زيوت نباتية وهي عبارة عن زيوت بذور النبات وهذه مضرة جدا يعني ممارة 17-18 عملية وفي شرح كامل برضو في فيديو موجود في القناة بإمكانكم مشاهدته حتى تشوفوا تاريخ وأضرار هذه الزيوت طبعا الأكل الجاهز بكل أشكاله ممنوع البيتزا الدجاج المقلي الفرنش فرايس كله 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 الهامبورغر كل هذا ممنوع طبعا أيضا السوس هذه اللي بسموها البربكيو أو السوس الكاتشاب هذا كلها سكر هذه مليانة سكر يعني هذا السكر المخبع احنا بنقول مكننا السكر لكن كل هذه المعقولات مليانة سكر المعلبات شرحوا مش بس عشان خطرها من السكر والأمور هاي لا المواد الحافظة اللي موجودة فيها فما بتلزمنا نهائيا الفواكه لازم ندير بالنا منها يعني مش أي مما هبوا دبوا ناكلها ومش شرط كل يوم ناكل فاكهة وما نتناول إلا الفاكهة المسموحة اللي في معنا إن شاء الله أكثر من عشرين نوع موجودة أيضا في هذا الفيديو بعدين العصائر أكثر درر من أي شيء آخر ليش؟ لأنك ما بتاخذ إلا مية وسكر مية وفرحتوز إذا بتفصل اللوب مثلا والأمور هاي في عصارة وبتاخذ المية أنت أخذ بس مية وسكر فهذا أيضا ممنوع أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسم وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا منا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته